السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزبا قوزة ليبيان سمحوا لي غبرت عليكم شي شوية ولكن ان شاء الله كنواعدكم سواء بالنسبة لبكالوريا أو بالنسبة لكونكور سواء بالنسبة لسيزياماني وغادي نبقى نحط لقلي فيديو عاو تاني المهم اليوم الفيديو تالنا خاص بكونكور دي المعهد تكوين في ميهن صناعة السيارات بالقناترة بنسبة لهذا الكونكور هادا غادي نشوفو ان شاء الله الشروط الترشيح بالنسبة اللي بغايد تفعله وبالنسبة الكيفاش ممكن انه نتقييده في فلوسيت دياله عاو بالنسبة لهذا الكونكور هادا فهو اول حاجة هو انه تقياد كان في الست وكان حتى ملف ورقي لون غادي نشوفو بعض الشروط الى اخرى باش نقدروا انه نتفعل هذا الكونكور هادا عاو كما قلنا فهذا هذا معهد تكوين كين في القناترة وهو خاص بصناعة السيارات باش انه باش انه نقدر ندفع عليه اش نخاص يكون فيها اول حاجة اللي هي تجاوز سين المترشيح 30 سنة عند التاريخ بداية تكوين ما يكونش في 30 سنة الاغلبية كان ضنراها قل من 30 سنة ان يكون المترشيح حاصن على شهادة البكالوريا اما تكون عندك بكالوريا علمية او لتقنية او لمهنية اما تكون داجا حاصل عليها يعني باقي قديم او لا تكون باقي الله كتقرأ اما علوم اما تقنية اما بكالوريا مهنية او لا يكون عندك واحدة ديبلوم ديال التقني في المجال اللي انت بغيد تفعليه في هاد المعهد هادا ان يجتازه بنجاح اختبارات لمباراة لان المباراة اشنو كيكون فيها كيكون فيها رياضيات الفيزياء او اللغة الفرنسية دوما الثلاث المواد اللي كيكونوا في المباراة لان يعني نجتازه المباراة بنجاح دابا بنسبة الملف الترشيح اول حاجة هي نعمر واحد الاستمارة ديال التسجيل عبر الانترنت لان في اخر الفيديو سوف نمشو ونورركم كيفش سنتسجلو فيها وكيفش سنتجرو هاديك الاستمارة هي في هاد السيدادة فمية تشغي سان بوان ما لان نخلي لكم فلا ديسكريبسيون التحت لان نتسجل ونطبع هادك هادك الاستمارة وبين هادك الفرمولا هادك مني غادي نطبعه اشغال نزيد علي نسخة من شهادة البكالوريا مصادق عليها او نسخة من ديبلوم تقني متخصص هادك غادي نزيد عليها فوتوكوبي جيل شهادة البكالوريا واللي لان كان عندي ديبلوم اللي انا نوين فعبي غادي نجيله تاوى فوتوكوبي ونليجاليزي ونحطه نسخة من البطاق الوطني للتعريف مصادق عليها نسخة من بيان النقاط الوطني للبكالوريا مصادق عليه هاده بنسبة للناس اللي ديجا 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 دفعو داكو عفوا اللي ديجا شدين البكالوريا دفعو وهو all-vade note اللي كيكون فاهي شحلجي بشي في الانجليج شحلجي بشي في الفيزيك شحلجي في الماط كيكون هادك بيان نقاط فيه قال النقاط ديال بكالوريا للق هاده خاص بالناس اللي ديجا دوالمك نسخة من بيان نقطة جهوية لنسخة من بيان نقطة جهوية لا يمكن أن يتواصل مع الإدارة ويعطيه للحرس العام ملاحظة ملاحظة بمعنى الملفات المكتملة تعتبر لاغية بمعنى الملفات المختلفة ومثلت بيان نقطة ونصخة من البطاقة الوطنية تعتبر لاغية قبل ان تدفع ملف يجب أن تقلب و تفيري في بللي راه جميع الوثائق اللي طالبين همه راه متوفرين عندك في ذاك الجوا بنسبة الميلفات التي تصل للمعاد بعد تاريخ انتهاء الأجل المحدد لها تعتبروا لاغية بمعنى ما غاليش نقلستو عاد ندفع من الأحسن انه ندفع قبل علاش باش انه يصل وفاش نبغي ندفعه وغنقول لي عفاك صيف طولية زعموه باش يصل ضغية ماشي بطريقة عادية كنسميه الباريد السريع داكو آخر أجل استقبال ملفات المترشيحين بالمعهد هو الأربعاء 20 يوليو 2022 فما زالت ها ندفع تاريخ باش انه بعد اللي اللي يقراف بك يعمر غير الاستمارة ويخلي عنده هادك هادك الاستمارة اللي طبعها اللي خرجها أمبريمها يخليها عنده ويمشي تانهار إن شاء الله يخرجوا النقاط نتائج الانتقاء سيكون نهار 22 يولو تنق بيناتهم غير يومين يومين ويقدر عيطو عليك باش انه الدول داكور دونك بنسبال بنسبال العنوان فين ممكن ان يندفع هو هدا نيمكتوب هنا هيا اتلانتيك فريزون اغين 4 كوميون امر سافيلا قنيترا ادريس دوليبو بيبي سيديحيات غرب تاليلا ممكن كتبوش تالي غرب تاليلا هدا فيما يخص الميل في الوراقي والاكتدة بغنشوفو هاد الاستمارة هادي كيفاش غد نعمرها اهلا منسبال هالاستمارة انا غد نخليليكم الليان في التحت في العديد اسكريبسيون منسبال الاستمارة او الحاجة كي طلاولي ايه بخيانسكريبسيون الفين اثنين وعشرين الفين وثلاثة وعشرين لانك ووالا كنجيل لانايا كنكتب السعي ان ديالي بمعنى كود دي دانتي التاناسيونال يعني للرقم ديال الكارتر غاليبا انها تكون فيه الدد ولا او او الا الدس او الشي لا بب حالكة جوج حروف عد لارقام لنان اسم العائلي نكتبو هنا بالفرنسية وهنا بالعربية البرنان اسم الشخصي هنا بالفرنسية عفوان هنا بالعربية من موراها responsable legal بمعنى ولي الامر ديالك واش الاب ولا الام ديالك ولا اطخي لك مثلا الخالك ولا عمي كل شي واحد ولكن غالبا كيكون ولي الامر ديالنا هو الاب في حالس ماكينش مسكين راسي تكون الام ديال كل شي واحد اخر نان جو responsable legal يعني هنكتب لنان ديالو يعني الكنية عد هنا هنكتب السمية ديالو تليفون جو responsable legal من مورا هنجر تليفون ديالو ماشي ديالي انا يا ولكن تليفون جو responsable يعني ولي الامر ديالي جنغ اش نكون واش داري اونتا ولا دكار دا الدونيسانس هنكتب هنا تاريخ السمية ديالي فيل دو رزيدانس فين ساكن غادي نقدر نختار هنا يا فاس ماراكيج غابا تانجي اه ادرس نكتب الادرس ديالي مثلا نمرو 10 حي كده وكده واللغيو كده وكده تليفون ديالي دابا ايمايل ديالي ونتأكد بلي عندي واحد ايمايل خدام ساين او بمعنى كيكون في النتيجة نوع رقم ديال التلميذ ساري ديو باك الباك واش سيانسمات svt pc ste stm باك برو داكو انا ديو باك واش دجا عندك مثلا الباك القديم واني عندك باك جديد ودلا ووالا باكزمبل 2022 موين جنرال شحل جبشي في الباك في المجموع كله هادي واحد لقضية اخرى هي انه هاد هاد لقض هادي خاصة يقدرو عمره غير دوك اللي ديجا ديجا عندهم الباك دونك دوماج تال تال استمارة غادي تنوتي خرجو الغازولتا جيل الباك تقدرو انه يدفعه منسبة اللي عندهم الباك هاد لحم داكو دونك اللي عندهم باك قديم يقدرو يدفعهم دابا ولك اللي عندهم باك 2022 لهاد لحم وكتنو الغازولتا تخرجو الغازولتا تقدرو انه يدفعه في السيت في الاستمارة عاد انه هادو سوستندشان وبليغاتواغي يعني فين ما تشوف هاد نجي محمرة يعني ما يدوش لك استمارة الى ما عمرتش هنا يا دونك خاسنا الموين جينا غال تجلبك خاسنا نقطة ديال المات ودكين فين ماشي في القسم في الإكزامان الناسيونال في الوطني نقطة فيزيك في الوطني نقطة فرنسي في الريجيونال في الجيهوي اوتر ديبلوم هادو إلا عندك إلا عندك شي ديبلوم سينا راح تتخليها خاوية هنا دابا نختار شنو بغيت في البرمي شوى اللي بغيت نختار شميش شعبه وش السيستيم أوتوماتيزي جني ميكانيك نك باركزوف نجير مثلا السيستيم أوتوماتيزي البرمي شوى دوزيام شوى مثلا جني ميكانيك المهم كنت ترتبط الاختيارات حسب الرغبة ديلك داكو 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 نجير اه 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 كي كي خرج لي هذا الفورمولار داكو 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 نتمنى لكم تتسير بالنجاح بتوفيق ان شاء الله الله داكو 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 داكو